الحمد لله اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونستهديك ونثني عليك الخير كله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك لك الحمد ربنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت ربنا كما أثنيت على نفسك ونشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك ربنا أنت الأحد لا شريك لك سبحانك ربنا أنت الفرد لا ندلك سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أعدلك سبحانك ربنا ما أحلمك ما عبدناك حق عبادتك ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبدك ورسولك وصفيك من خلقك وحبيبك شكر نعمتك حقق عبادتك بلغ رسالتك ونصح خليقتك فاللهم نصل عليه اللهم نصل عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ورضى اللهم عن جميع من دعا بدعوته واهتدى بهديه واتبع هداه خطى الإيمان والإسلام أنصيكم ونفسي بتقو الله عز وجل فهو القائل سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل فعلاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أصلح لكم وأعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا العظيم اللهم اجعلنا من المتقين اللهم احشرنا في زمرة الفائزين ما بعد فحياكم الله طبتم وطبا ممشاكم أسأل الله عز وجل لن يجمعني وإياكم مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الجنة كما جمعنا في هذا المسجد المبارك على الذكر والطاق أخوة الإيمان والإسلام إن من أعظم ما قد يعانيه أقوام فقافة الإقصاء فقافة الإقصاء أن يجعلك بن جلدتك في معزل ويزدروك بنظرات الدونية والاحتقار استهزاء وإقصاء وازدراء عندما يفعل هذا بالعبد يستشعر الخسارة يستشعر الخسارة إذا اكتفذ العبد يجتهد أن ينال حضوة في قلوب الناس أن ينال حبا من الناس لكن هيهات هيهات لا نستطيع أن ننال حب الناس جميعا فهذا أمر يستحيل تحقيقه إذ لم يثبت حتى لخيلة خلق الله من الأنبياء والرسل عليهم السلام من الأصفياء الأتقياء لم تجمع عليهم قلوب الناس هذا ليس معيارا أن يحبك الناس إنما المعيار أن يحبك الصفوة من الخلق أن يحبك المؤمنون الصالحون من أهل الخير مرحبا شنا ومعيار طوبى لك لكن أن يحبك جميع الناس فهذا أمر يستحيل تحقيقه وليس بمعيار ليس بمعيار خلق الإيمان عندما يحبك الصالحون من الأتقياء من الأنقياء فهذا علامة من علامات حب الله لك من جل العلامة أن ربي سبحانه وتعالى يحبه وليس بمعيار من أحب المؤمنين الصالحين فربي تحبك وهذا هو المقصد الأسمى والهدف الأسنى ونحن نسترسل ضمن المنهج الأصيل في نيل حب المولى الجليل لا بد أن نتعلم أن هناك صفات تعد علامات من علامات حب الله للعبد وإذا أحبك الله فأنت في غنى عن حب الخارق وليحب يشرب سبحانه وتعالى فذلك يغنيك يغنيك واجه من غير تقذ من حب الناس إذا أحبك ملك من ملوك الدنيا وتكرم عليك وتفضل عليك سرطة محسودا فما بالك إن أحبك ملك الملوك جل في علا إيه لش يحب ربي سبحانه وتعالى مر يحب ملك من ملوك الدنيا إيه حسد يوذن واتشعر العظم والهيبة فما بالكم إخوة الإيمان والإسلام إن حقق الواحد منا حب الله تعالى له ملك الملوك جل في علاه وذكر في الملأ الأعلى أنه يحبك وأمر أهل السماوات أن يحبوك وجعل في قلوب الناس حبا لك في قلوب الصالحين من أهل الأرض وليس بعد حب الله تعالى له إلا رضوانه والجنة الله لا تحرمنا رضاك والجنة اللهم لا تحرمنا رضاك والجنة صفة من لزمها نال حب الله تعالى وحب خيرة الخط في جنة الصفة مرقت ذيك شحب ربي سبحانه وتعالى أذيج قلوب العباد الصالحين أشحبا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه من صفاتهم يقول سبحانه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين فالصفة فالصفة يذنى إغيحب ربي سبحانه وتعالى أذحبا قال الإمام البغوي رحمه الله في معرض تفسيره لهذه العبارة أذلة على المؤمنين قال يعني أنهم متواضعون ليس متواضع كما قال سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون لذلك نجد أن أحب الخلق إلى الله وهم الأنبياء والرسل تميزوا بهذه الصفة وذين ويتحب الله سبحانه وتعالى أكثر من من اصطفاهم واجتباهم واختارهم لأعظم مهمة وأشرف وظيفة عبر التاريخ تبليغ رسالاته النبوة الأنبياء والرسل يتميزون بهذه الصفة وقد أمرهم الوحي بتثبيتها منهجا قال سبحانه مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين خفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين بل من إنعام الله تعالى أن هيأ له عليه الصلاة والسلام من رحمته التواضع للمؤمنين ليلزموا صحبته فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك قال الفاروق رضي الله عنه ثمرة التواضع المحبة ثمرة التواضع المحبة نتيجة التواضع المحبة أن تنال الحب كما أن ثمرة القناعة الراحة وإن تواضع الشريف يزيد في شرفه كما أن تكبر الوضيع يزيد في ضعاته حب الناس لا ينال بالعجرفة ولا ينال بالمال إنما ينال برضوان الله علينا وبصلاح الحال التواضع لا يستطيعه إلا من جاهد نفسه وكسر غروره أتعزد الغرور أتعزد أتعزد بهذا المعنى لأن النفس تريد العجرفة وتريد التصلط تريد أن يكون لها هيلمان وهيبة وتأمر وتسير وتدبر لكن كسر هذه الرغبة قتل هذه الغريزة وهي أمر مؤصل في الإنسان أي إنسان يحب ذلك إلا من يجتهد خيخ في النس يجاهد تنفسك في النس يا عظمانا يا ذيس كسر الغرور عندما تتذكر أنك مهما اغتنيت فأنت فقير إلى الله ذي الملك والملقة من مذوذ من الغنى من الثراء فاعلم أن الله هو الغني وأنت فقير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ومهما على منصبك تذكر أن من صفات الله تعالى القوة والجبروت وهو القاهر فوق عباده أما غعك ذا القوة أما زم ماذا تمارست طغيان فاعلم أن الله فوق القاهر فوق عباده ومهما سمى شأنك تذكر أن من أسماء الله العليا وصفاته الحسنى الجبار المتكبر ما أنت الفائدة إذا تحقق إذا تكبرت إذا لا استعلاء خلق من تأبحث من تستفد هل استفدت قول النار عنك في الجبارون والمتكبرون ودع الربح يويت من أذمر يتكبر خيودان أخستني جهنم وجبوهم السن الدنيا لأنهم السن الدنيا تقوثهم السن لخنا جهنم تقول في المتكبرون في الجبارون والمتكبرون حديثه في صحيح مسلم من رواية أبي سعيد هل هذا شرف نلته هل هذا سخط من الله قد حزده مدوض الفضلية عزو الإنسان عندما يتكبر سماع قوله سبحانه أليس في جهنم مثوى للمتكبرين استنكار يوذانا الذين يمارسون التكبر ما تغير سن في الله سن تن المتكبر نصفف عن ما وجباني سن غالقني موجود هذه الآية مدعاة لترك التكبر شجعشة بعد ذي التكبر وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا مدعاة لترك التكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة منك ذرة إخوة الإنسان خل الشيء ليسير قال الله عز وجل فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما قذفته في النار صحيح مسلم وأخرجه غيره بألفاظ من نازعني فيهما ألقيته في جهنم أدخلته جهنم ألقيته في النار عذبته قصمته ما رأس سبث كبرياء ظل عظم لينا الصفات لزم أن تربي سبحانه وتعالى وهما من خصائص ربوبيته وألوهيته فلا يقبل سبحانه أن يشاركه فيهما أحد حتى العاصي الضعيف ضعيف أمام شهوته ودبوشناه العاصي المتكبر شوف الفقوى عاصي وعاصي وضعف أمام شهوته ونكتتك العصيان تكبوراً استكباراً عصى آدم عليه السلام مشتهياً فغفر له الله وعصى إبليس متكبراً فطرد من رحمة الله شوف الفرق أن تعصي بسبب الضعف أمام الشهوة قد تنال التوبة إن أحسنت الرجوع إلى الله ولكن من عصى الله بتحدي وباستكبار هذا مصيره كمصير أستاذه إبليس لعنة طرد من رحمته سبحانه ما الفائدة التي جناها المتكبر الشهن المستضعفين تطمس بصيرتك الشهن المستضعفين من المؤمنين الصالحين لأن الله عز وجل يبغض المتكبر إنه لا يحب المستكبر أبتل العباد النس الصالحين الشهن أم تمس البصيرة يذكر المتكبر لا يميز الحق من الباطل ولا يعرف كيف يختار طريق الحق سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق إخزار ذي الدلاء الحق ذي علامات صدق إخزار ذي سنتم رأي العين ويطمس عنها مغر بسبب التكبر قليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا الأمودج الأعظم في الكمال البشر رزقه الله حباً في قلوب عباده الصالحين منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين يسمع عنه الناس في مشارق الأرض ومغاربها فيحبونه كان سيد المتواضع قام إليه من معه يُذفد كانت عدّاً إنسان لا قنف منعه لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضاً يبسط رداءه لأصحابه يبسط رداءه لأصحابه عليه الصلاة والسلام ينحني ليقبل يتيما ينحني ليضع يده على رأس صبي يجلس ساعة ليؤنس صبياً يبكي طيره من تواضعه صلى الله عليه وسلم في صفر رقم 19 أذن أجل الصحابة أجل النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإصلاح شهده هذا قوت فقال رجل عليّ ذبحها وقال الآخر عليّ سلخها وقال الآخر عليّ طبخها وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليّ جمع الحطم شوفي التواضع النبي صلى الله عليه وسلم عليّ جمع الحطم قالوا نكفيك يا رسول الله قال علمت ولكن أكره أن أتميّز عليكم وقام عليه الصلاة والسلم وجمع الحطم يمرّ على الصبيان فيلاعبهم يحترم الصغير يوقّر الكبير كان يكون في مهنة أهله يغسل ثوبه يحلب شاته ها؟ 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 هذا هو يعني مذلّو المسكين قد تشاسع صميدا استشقع ها؟ متسلّطة عليه ها؟ ها؟ يتحس المجتمع ومجتمع هكذا رصّخها من يخدم أهله قد قصّحا قيششارمي الجيون ها؟ عبد ذليل هذا هو السوق السوق العبيد ذا الرقيق ذا ميخاسا لأنه يقف مع ميتة نهانة في المجتمع صفوغه ولكن يقف مع ميتة نهانة صفوغه نرى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يخدم أهله وأظهر ها؟ سترى الوقت يشعرهم بالأنس يشعرهم بالأنس يتلطف عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة إلى زواجاته تعوانيث أنت في أعمال المنزل أغاريش شغر ميش شغر يغاتي ميش شغر يغاتي ميش شغر يغاتي النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بأعظم مهنة في التاريخ قائد دولة إضافة إلى تبليغ الرسالة قائد دولة قاضي القضاة كبير العلماء قائد الجيش كبير المفتين بارد جيت كيث النبي صلى الله عليه وسلم ويؤسس دولة فتية يتغي مكثاوان نس تغي مكثم غاري النس ها يقوم بشؤون البيت اذكروا الله يذكركم شكروه على نعم يذكركم استغفروا يغفروا منه والغفر رحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفا والصلاة والسلام وعلى خير عباده الذي نصطفه خوة الإيمان والإسلام من الأمور التي تجعلنا ممن ينال حب الله جل في علاه أيضا أن نحب في الله ونبغض في الله أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله حديث في مسند الإمام أحمد من يحب أهل الكفر ويقدسهم فليعد النظر في نفسه وليعلم أنه على خطر عظم تفذأ من المحسوبين على المسلمين يمجد ويقدس في الكفار ويقدس لاعب كرة قدم كافر منثل ساقط لا يقيم لوقت الصلاة الوزن الذي يقيمه لمقابلة كوروية لا يقيمه لمقابلة كوروية لا يقيمه لمقابلة كوروية لا بس ميسو مغرابين لا يقيمه لمقابلة كوروية لا يقيمه لمقابلة كوروية لا يقيمه لا يقيمه ومن يقيمه مقابل إحقارش نهائي قبل أوانه تعبر أنت تعبر يعني الحب بالنسي هؤلاء الناس الله سلامة والعالم الصلاة توضع أمام مقابل كرة أو حلقة من مسلسل تلفزيون تجد الشباب حتى من اشتعل رأسه شيبة أيضا وحتى النساء يتحدثون مدافعين عن لعب كرة القدم باستماتة أنه مذن أرباح خيالية ستضخ في حسابه الزيسعون إخواننا في غزة أو في فك الحصار عن الأقصى لينال العبد حب الله عليه أن يحب تحتمظ الله حب الله وإذا أبغض كان ذلك في الله وليس بناء على هوى النفس من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف فيه الناس تحب وتبغض في سبيل كرة القاجر ما تحب ذا تحب ذا تحب ذلي الله ما تشاهد ذا تشاهد ذلي الله لوضع المعيار حتى حتى ما إن خذ لك المحبوب الذي أحببته في الله ذهب المحبوب وبقي الله لن تؤذى لن تؤذى وتسريت بوقها ينطاحا لن تسمح ذا يسمي قيك تزيج جاف لأنه تروح تمرشون نغني تفسخ الخطوبة نغطيب بوريا ينتسر ويخصني روح يروح ويخصني عقبدي عقبدي ولكن شكعكيش للمظلة وهي حب الله إذا أحببت أن تحب في الله تحب شخصا تحبه لأنه عبد صالح لله أحببت امرأة فلأنها قامت بالذي عليها بوجه الله احتملت النقر بنت وقمش على تلكم الصفات الله سبحان حبه قائم وتحتمظ الله هذا الحب ستحب مجددا تستديم العشرة ولكن يوذان تتعدى بنا مساكين يوذان مكافسين أتفذار يا زنش ميثي قدن يترو اشتغير مين يوقعن مضبع النص ديبس أبوارتي ذيذ في جهننا يترو ميخ يترو مراءات اجمع عقشوش المستوياء يترو يتنيخصيس مساكين يتنيخصيس وهزي العذاب المعجل إيذان إيجان يحبون تحتمظ الله أخرى إبراهيم عليه السلام لما هربت شعبة من قلبه إلى حب الولد انتحنه الله ليكون حبه للولد مؤصلا بحب الله جل في عده ونال درجة لا تنبغي لأحد من الخلق إلا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن أعلى درجة ممكنة في الحب مغار الشوائب النتكس إن صغعصاس هيرو حسين عصا لله المين جهد الامتحان فداه الله وقد أقمن الشعيرة منذ أيام اعتدادا لهذا المعنى إذا أحببت فليكن حبك تحت مظلة حب الله تعالى أقوام يبكون لخسارة فريق ولا يبكون خشية من الله تعالى منهم من يغمى عليه لإقصاء فريقه من مسابق ومنهم من يسقط طريح الفراش أياما لأن ناديه المحبوب ولاعبه المعشوق خسر مباراة خسر مباراة إنه تناقشا لحكم ما يزدقين يغير يزدقين ما ذبناعتي ما وجبوا ذبناعتي صلى الله عليه السلامة بل إن بعض المعلقين على هذه المباراة من شدة حبهم بلاعبين كفار يصفونهم بصفات لا تليق إلا بالله عز وجل المبالغة والحب وملك القلوب وذاك تحكم في فيزياء الأكوان النش اغتنى ما ثغراء يصيد في جباله ويتحكم في فيزياء الأكوان ويناس آرستو شكوات جدوال آرستو مسكنا ما تقول ما هذا يصممش بارا الكوسمولوجيا للكون يصور ذي الفيزياء يصور ذي كذا وني تيتي نشكوات صين ذوال فيزياء الكون في رجلي في قدم لاعب كافر فيزياء الكون صلى الله عليه وسلم والعالم لماذا هذا الغلو في حب عبد حقير من منظور الشرع أوثق عرى الإيمان الموالات في الله والمعادات في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل طواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني أحد الفقهاء من التابعين اسمه أبو إدريس الخولاني رحمه الله من وعاض دمشق وكان قاضيا بها في عهد عبد الملك ابن مروان اسمه أرغيش من الموقف هي وقعاس أجسدنا معاذ معاذ بن جبل أمينا النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لأحبك إنسى النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأحبك هذا القاضي هذا الفقه إنش دخلت مسجد دمشق فإذا فتن براق الثنايا وإذا الناس معه يستور معاذ بن جبل فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل فكان من الغد هجرت تكعد جيش قبري تغك عن يوذن الزحمن معاذ بن جبل معاذ بن جبل عزيش إنش فقد فوجدته قد سبقني بالتهجير كقبار ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت له والله إني لأحبك لله قاضي له مكان عالي معتمد من طرف أمير الدولة يقع نغامعاذ بن جبل يعني أثر فيه المشهد أنه يوذن تسندغاس تمونان خسند سقسند مريوقع جارسا لاختلاف تحن غاس من غيني ذوني انت يعني تحب أنت تحبونه يروح غاسران تحب فقال المشهد فقط لمشهد فقيل له أنه معاذ بن جبل الصحابي الجليل الجه بذو الجبل يروح غاسر يسجم خاسي الناس إني لأحبك لله فقال معاذ معاذ آه الله استحلفوه فقلت آه الله فقال آه الله فقلت آه الله فقال آه الله فقلت آه الله فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إلى هنا نشيش بذيذ غاسر فقال أبشر أبشر البشر الخبر المفرح خبر صار أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتباذلين وجبت سمعنا وجبت وجبت ثبتت للمتحابين في من أحب في الله أحبه الله ورفع شأنه يوم القيام في صحيح مسلم عن أبي هريط رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلال فحبش كالدنيا حبش كالدنيا وفي تنهى أين هم أين المتحابون بجلال اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا حديث في صحيح وفي نفس المعنى السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلاني تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبعث لا يبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء قال فجث أعرابي على ركبتيه أعرابي جث على ركبتيه فقال يا رسول الله جلهم لنا نعرفهم من عن نين قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرون يقوّل مؤمن علاقاته بالصالحين هذا الصالحين القصص صالحين خوز باسمه أحب الصالحين ليقوى حبه له ليقوى حبنا لهؤلاء الصالحين فننال بذلك حب الله بحبنا لهم في الله ولنقوّي أواصر المحبة بيننا لا بد أن نعلن هذا الحب إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله حديث عند الإمام أحمد في المسند وصحاها الشيخ الألباني نفشي السلام لنحقق هذا الحب نفشي السلام بيننا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بيننا حديث في صحيح المسلم تصافحوا قال النبي صحيح تصافحوا يذهب الغل وتهادو وتهادو تحابوا تذهب الشحناء حديث عند الإمام مالك في الموطأ الهدية الهدية تورث المحبة تهادو تحابوا كما عند البخاري في الأدب المفرد وعند الإمام مالك في الموطأ وصحاها الشيخ الألباني ثم أيضا إذا دعيت قال صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت حديث في صحيح البخاري وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يأكل سمع اللهم إنا نسألك حب وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهالين ومن الماء البارد في هذا الممر اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والزنا والربع والزلازل والنحن اللهم اقن الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا ملك شط اللهم اقن الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزحنا اتباع سنة سيد المسلمين اللهم جنبنا المعاصي والبداع في الدين اللهم شفع فينا نبيك الكريم في عرصات يوم القيامة يوم لا تنفعون دام ولا ينفع مال ولا بنو إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم انصر إخوانا المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم انصر إخوانا المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم انصر إخوانا المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم أصلح إمتنا ولات أمورنا ورأسهم قائد البلاد الملك محمد من السادس اللهم أرهي الحق حقنا بزقه اتباعه وأرهي الباطل بطن بزقه شنابه وهم يدهو بطانة صالحة ناصحة اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائل بلد المسلمين من الله وملائكته صلونا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآخروا دعوانا أن الحمد لله رب العالم